قصة اليوم قصة جن يرويها شخص جندي يعمل بحرس الحدود وهذه القصة مخيفة ومرعبة فقبل لا أبدأ بحداث القصة أريد من عندك ذات شديد لا تشترك بالقناة اشترك لي بالقناة وفعل لي زر الجرس ودعمني بلايك على هذا المقطع وصلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير ويلا نبدأ القصة الجن يتبعون الشخص ويلحقونه من مكان المكان خاصة إذا سلطوا عليه وحتى إذا أنت قرأت قرآن وحصنت نفسك يكون دائما بعيدين عنك لكن إذا هو مصر أن يضرك راح يلقى فرصة ويضرك به لازم أنت تحافظ على نفسك وتحافظ على إذكارك بالصباح والمساء اسمي حامد وكلت أعمل جندي وحرس على الحدود وكانت أمور طبيعية والدوام ماتي 14 يوم نزول و14 يوم دوام بأحد الأيام وأنا نايم تقريبا على الساعة ثنتين جنت هستوني مخلص الواجب ماتي وما أحد يقعدني غير الصبح الساعة بالستة المهم دخلت بفراشي حتى أنام وهستوني وفيت حسيت أنه أحد حرك الباب أو دخل علي للغرفة ويوم اللي فتحت عيوني وناظرت قدامي على الباب لقيت طفل صغير واقف وظليت أناظر بي وشفتها ابنية لأن كان شعرها طويل طفلة وبهذا المكان مو معقولة وشي يجيب طفل لهنانا حتى إذا كان أكو طفل مثلا من البدو أو رعات الغنم ما راح يقدرون يدخلون لهذا المكان المكان اللي أنا نايم بي هي غرفة خاصة بالجنود وأكو سور عالي يعني ما حد راح يقدر يقتحم المكان ويطب حسبت نفسي أنه أنا جاي أحلم يوم اللي دخلت للغرفة ونسدت الباب كانت أكو إنارة بالمكان يعني خافته ولبنية بينه وواقفة قدامي والمشكلة الأكبر ما قمت عليها حتى يشوفها ومرة وحدة بسرعة مو طبيعية تقدمت عليها ودخلت بالغطى اللي أنا متغطي بي وأول ما دخلت حسيت تشنج برجلي مو طبيعي والغطى الرفع من فوقهاي وأول ما الرفع الغطى من فوقهاي وبدأت رجلي تنفض بطريقة مو طبيعية وتنشال لي فوق وترجع على السرير بكل قوتها السرير اللي أنا جنت نايم عليه حديد وأكو جندي ثاني نايم لكن بعيد علي أتخيل وقعت من الصوت لأن جنت أطلع صوت عالي وشاف رجل شون ترفع وتنزل وبعدها هذا الشخص قام يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذي بالله من الشيطان الرجيم المهم كانت أسمح هذا الكلام اللي جاي يقوله ومرة واحدة رجعت رجلي بمكانه واني مباشرة قمت مفزوع ومرعوب قلش بيك قلت له ما أدري كانت بنيه هنا ودخلت وما أعرف شنو قمت أوخر الغطى أناظر أناظر جوه السرير المهم افتريت الغرفة وحتى النوم طار من عين قلش بيك على شنو جاي تتكلم يا ابنين اللي جاي تتكلم عنها بس آنوا ياك بالغرفة واللي خلاني أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذي بالله من الشيطان الرجيم عيونك يا رجل أنت ملتفت علي وتناظر وعيونك تشانت بيض ورجلك تتحرك بطريقة عجيبة المهم بذاك اليوم خفت من كلام صاحبي أكثر من الشي اللي شفته المهم معرف الشور رجعت ووفيت لأن تشلت منهك وتعبان ولما نقعدت باليوم الثاني وقعدنا يعني سلفت الموضوع الجماعة الباقين وقلت لهم وانا صاروا ياك كذا وكذا الكل يعني ما شايف أي حاجة وإحنا نعرف يعني بالحدود وحيانا نشوف أشياء نشوف يعني مثل الخيالات لكن مو قريبة علينا ونعرف أن الصحراء مسكونة بالجن وهذا أمر طبيعي لكن يتمادون ويدخلون لي منه فهذا الشي ما صار عدنا نهائيا المهم عدت الأيام وتقريبا بسبوعا اجو جماعة الأرزاق وبهذا الوقت أنا شنت موجود وما عرف شون واحد معدهم فتح موضوع عن الجن قال يا أخوان ترى الأكل اللي يبقى عدكم وكذا لا تحاولون أنه أنتوا تتلفوا بالنفايات أخذوا شمروا بعيد بالصحراء ترى عدكم أخوان من الجن ياكلوا لما قالت هاي الكلمة أنا هنا ذكرت الموقف وسئلت بيهم يعني رجل شوية كبير بالسن موجود ويا الناس اللي يجبون عنه العكل وقلت له تدري أنا صار وياي موقف وفعلا الصحراء مسكونة بالجن طبعا سألت له الموقف اللي صار لي قال لي أنت لحد الهان ما شايف حاجة ولا أنت يعني بعدك شايف أي شي من الجن الجن هان شنت أشوفهم وكانوا يمشون قدامي وبين وبينهم الصير أمتار الجن ما يأذونك نهائيا إذا أنت ما أذيتهم شكلك أنت مأذي لك أحد ونحقوك أو يطلعون معجبين بيك لأن قتله ابني لما نقل لي معجبة بيك وكذا قتله هاي طفلة وصغيرة قال الجن أعمارهم تشبيرة يعني احتمال هاي تشوفها لكن هي مو طفلة وظلت أفكر بالجن يوما وما قدرت أنام كل ما أنام أشوف كوابيس أو أشوف أشياء موجودة بالواقع يعني هاي الكوابيس اللي تشنت أشوفها أشوفها بنفس المكان اللي أنا متواجد به يعني إذا تشنت نايم أوكي الحلم هذا أو الكابوس يصير وأني نايم وإذا تشنت مثلا أنا طالع بره أو حتيت بشي يعني بره يصير بنفس المكان اللي أنا متواجد به يعني كانت الكوابيس قريبة جدا من الواقع وهذا الشي أنت طابع أنه أنا بي امس من الجن او انا خايف من عدو وبعدها رجعت للبيت اربعة عشر يوم لازمان اغضيهم بالبيت جلت متزوج وعند طفل واحد والطفل هذا عمره تسع سنوات وكانت الوضعية الطبيعية بالبيت متعود لما ارجع للبيت افرح فرح شديد خاصة بزوجتي وابني وجلت اتونس وحاول اعوضهم على ايام اللي انا غبت به وفعلا بديت ااخذهم واطلح وبيوم من الايام رجعنا متاخرين للبيت ودخلنا للغرفة مباشرة انا واما نمنا وهو دخل للغرفة اما عودين ينام واحدة يعني بغرفة من هو صغير المهم وهو نايم سمعته يتكلم يوم اللي دخلت عليه للغرفة لقيت الطفل نايم ومحهد قاعد سديت الباب عليه وسمعت مرة ثانية ضحكة لكن هاي الضحكة كانت ناعمة جدا والضحكة هاي انثوية يعني ومو ماتة جلت متأكد منها فتحت الباب وناظرت وما لقيت اي احد وقدت احتمال هاني جاي تخيل اواني جاي هلوس ورجعت مرة ثانية زوجت سيلتني وقلت لي انت شو بيك وليش مو على بعضك قلت لي تعايا سولفت لي واني وياهنا مين بالسرير سولفت لها على الموضوع وسولفت لها على الطفلة قلت لي قمت خاف وحسفت شي يمشي على رجلي ومرة وحدة صرخت وقالت والله العظيم نزمني احد بالرجلي او حسيت بايد مسكة رجلي المهم يعني التفكير بالجن يخليك تصور اشياء ما موجودة قرأت يمها قرآن شوي ما عرف شنو هدت المرة واني وياها غفينه مباشرة يوم اللي غفينه مباشرة عد هذا اليوم طبيعي وباليوم الثاني انا رضي اطلع واروح ويا اصدقائي وكلت اكره طلعات البر بسبب الدوام ماتي 24 ساعة بالصحراء وما شو بغير السماء والرمال يعني السماء والطارق فاكره انو انا اروح كشتات للبر لكن اصدقائي عزمه وعليه وقالوا هاي الطلعة غير كل الطلعات طلعة مرتبة وشوي وخيمة وما عرف شنو وهي ليلى وحدة ونرجع ثاني يوم المهم ثاني يوم رحنا واخذنا ميان الطل صغير اللي يسمونا يعني كشتير وحنا كان عددنا اربع شخاص المهم بذاك اليوم توزعت الادوار وقالوا انت تذبح وفعلا اخذته بعيد عن المكان اللي احنا جالسين بيه وكان الدنيا العصر بعده ورحت وذبحته بذاك المكان وما عرف شنو علكته وبديت اصلخ به ورتبت كل شيء وبعدها صفت اللحم مالته يعني بصحن كبير وانا جاي ناظر من بعيد شفت اطفال يلعبون ولا انا ما متأكد وبعدها قمت اصرخ على اصدقائي يجوا يركضون وانا جنت اشوف الاطفال يعني يركضون ويلعبون وكانوا بعيدين علي لكن اول ما وصلوا اصدقائي اختفوا مباشرة وقلت لهم انا شفت اطفال يلعبون اصدقائي ما صدقوا وقالوا احنا بصحراء وبعدها دنيا العصر حتى اذا جن الدوام مالهم بعده قالوها يعني بالشقة والمزاح قالوا انه بالليل هما يظهرون ما رح يظهروننا حسن المهم لما نجوه اصدقائي شنا اللحم ما عرف شنو ورجعنا حتى نغسله بدينا ننظف باللحم والرتب بيه وما عرف شنو ونحطه بالشدورة وهاي الشغلات المهم يعني ترتيبات ما للعشاء المهم ما انا رحت حتى ادفن المكان كان بيدم وزفارة وما عرف شنو اصدقائي قالوا ادفنة يعني بالرمالزين في سبيل لا تلتم الكلاب علينا بالليل اللي نحن بايتين انتو تعرفون الحيوانات يعني المفترسة غيرها تشتبري حتى الدم وتجي وحتى خفنا يعني من الاذيابة المهم رحت اريد ادفن الدم وانا جاي ادفن يعني بالدم واشيله واشمر عليه لمحت شغلة تلمع بالارض وحسبتها انه قطعة ذهبية وانا شلتها يعني بالكرك اللي انا جاي ادفن بيه وصارت يعني واضحة جدا يوم اللي اتقربت عليها حسيت وجه مثل اللي ظهر اليه من الرمال وكان ملطخ بالدم اول ما شفتها جمدت عن الحركة وبعدها حسيت نفسي انسحبت واول ما انسحبت سقطت على وجهي وتوصخ ثوبي واستحيت اقول لاصدقائي انه انا صار بيه هيج موقف وانا شفيت كذا حاجة لما شافوني يعني متوصخ قالوا وش بيك قلت لهم معرف زي لقت ومعرف شنو وقعتوا عبرة السالفة وهنا دخل علينا الليل والعشة مالتنا جاهز اتعشينا وكملنا العشة مالتنا وهنا توزعت علينا الادوار مرة وحدة اللي ينظف المكان اللي كذا واني وقع علي الدور انه بس ااخذ العظام اني موجودة والبقايا مال الطعام واللحم اللي يبقى عدنا واخليه ليغاد من الخامة وفعل ما اخدت ومشيت وانا جاي اتمشي هحس انه واحد يمشي وراي التفت ما القى اي احد واصدقائي كانوا يعلمت وانسين وجاي سولفون طبيعي المهم حطيت البقايا مال الاكل بالارض ورجعت مرة ثانية اتمشي اتعثرت لكن لما اتعثرت حسيت انه احد مد الي رجلي وعثرني ما تقصد وبعدها لما قمت وقفت سمعت واحد شتمني او سبني وجدت الشتيمة باذاني وحتى ما اقدر اقول رحت يا مصدقائي لوني مخطوف قالي وش بيك انت ومو على بعضك وكل ساعة يعني ساقط ذي جس اجيت يعني كلك ادماية وكذا وهس اجيت كلك تراب انت شنجا يصير وياك قلت لهم الصراحة المكان مسكون ولما اجيت ما ارتحت نهايين وصارت وياهاي الاحداث لكن خفت منعدكم ان تضحكون علي وما سولفت واحنا جازسين اخذوا الامر بجد لان جلت اتكلم وما اضحكت نهايين وفعلا هم هذا اللي حدث وياهاي وانا جاي اتكلم ويا اصدقائي واحد من عندهم قال اكو شخص واقف ناظرنا كان قريب يعني على البقايا والطعام وقام يتكلم وقال خلاص لا تطلعون خليكم قاعدين اليوماني بضيافتكم وراح تنطوني كل شي اريده اول ما سمعنا هذا الكلام بدينا نلم بالغراض ونقرأ قرآن ويقول اسمع ترى ما يفيدك وكان يناديني باسم ويقول لي ما راح اعوفك ابد وليش راح تطلعون ليش احنا سواينا لكم شي انتوا اجيتوا كذا منهيت ساعة اجيتوا الهنا ونزلتوا ما اعرف شنو المهم لما ينا الغراض مالتنا وصعدنا بالسيارة وغادرنا مباشرة من المكان وهذا الموقف ما نسيته نهائيا وقلت ما اروح للصحراء بعد لكن حكم شغلي بالصحراء ولازماني منه التحق يعني التحق ودوامي على الحدود ومنطقة صحراوي المهم رجعت للبيت طبيعي واول ما طبيت سيلتني زوجتي وقالت انتم متباتون ليش راجعوا بهذا الوقت المتأخر قلت لها ما طابت النيل قاعدة وصار هوا برا وما اعرف شنو المهم طلعت لها عذر وطبت مباشرة بغرفتي وهي طبت وراي طفت الضوء قلت لها لا شغلي وانطيني القرآن انططني القرآن وقالت شبيك اكو واحد يقرأ قرآن بهذا الوقت خلينا ننام وانا باشر وراي شغل وتنظيف بالبيت وما اعرف شنو قلت لها لا خلي اقرأ شوي قرآن وما راح يعلصوتي وفعلا قرأت قرآن على كيفي وزوجتي كانت ابصفوي وانا شن تقرأ قرآن هي تتقلب يمين ويسار انا شن تمحسبها انه هي ضايجة من الصوت المرتفع لكن ما كانت تقدر تحاجيني وتقول لي انه صوتك عالي وبعدها بديت تنادي به جوابتني بصوت غريب جدا صوت غليظ ومو صوته قلت لي كافي نعم انا هنا طبقت المصحف وخليت مسافة بيني وبينها ونمت وبديت اسبح واستغفر ومرة وحدة ضربتني وقلت لي موجا اقول لك نعم لكن بصوت غريب من الخوف والرعب ما حبيت انواني اقوم ومرة وحدة ضربتني بقدمها و اول ما ضربتني بقدمها صرخت ومن صرخت قعدت وقلت لي شبيك صاير لك حلمان كابوس ما عرف شو قلت لي انت ضربتيني ومرتيني ما عرف شو المرة ما كانت حاسة بشي نهايين وقلت لي اني ما ضربتك ولا تقربت يمك المهم وبعد ما صارت وياي اشياء تنذكر كلها يعني عبارة عن كوابيس واشياء مرعبة وزوجتي ما حبيت انواني اخوفة لاناني وراي دوام وما يصير اتكلم وياها بهيج اشياء المهم مجد دوام ماتي والتحقد ورحت داومت يوم اول طبيعي يوم ثاني وباليوم الثالث كان الواجب علي وانزم بالليل يعني وما انام وفعلا تقريبا على الساعة الثنتين كان اللي قبلنا شاع النار والنار خفتت والقهوة اللي كان نسويها مخلصة صديق اللي وياي اقترح علي قل لي اتشب النار مرة ثاني وانا راح اروح اجيب قهوة وفعلا تركني ومشي وانا قمت اضيف حطب فوق الجمر اللي موجود وحاول انواني اشعله مرة واحدة حسيت انه هناك واحد وراي وعرفته مو هو لان ما معقوله يجي بهاي السراعة هو هستوه راح التفتت وراي وليقيت هاي الطفلة وهاي الطفلة ما تشلت اعرف شماسكه بايده ومقدمته اليه لكن الشي اللي كانت شايلته شكله قدر وشكله ما اعرف شونه او بقايا ما الحيوان المهم بديج الساعة طليت بالصافل عليها ومرتعب وكانت عيونها غريبة جدا كانت قريبة جدا علي وعيونها ما اعرف شون عبالك قزازة ووراها فتحاجة المهم كانت العين مخيفة ومرعبة شلت اناظر عليها ومرة واحدة نادع عليها صاحبه مبعيد وقال لي القهوة وينحاطيها وهي اختفت من قدامي مباشرة اختفت من قدامي كأنه بخار وشفتها يعني بعيني مثل الدخان وراحت ضليت ساكت ونادع عليها مرة ثانية وثالثة قلت له يا قهوة الحقلي بعد ما اقدر اقوم على رجليه بصوت عالي المهم يجي عليها يرقض وقال لي شبيك وانا هنا نشليت احس انه اقدامي ما تنشال نهائيا من الارض واحس انه هي متصلة بالارض اريد ارفع اقدامي ما اقدر حتى بذاق الوقت نومني على الارض وبدأ انه هو يحركه يقول له تحس بيه اقول له ما احس باي حاجة المهم نادع وبعدها اجوي ولما اجوي اخذوني فريق الطبابة ورحب وحاولوا يشوفوني اش بيه وقاله وجهك يعني مثل الشلل المفاجئ ابديت الساعة لما نقللول انهاريت وقلت لهم يا شلل اجدت ابنية علي اجدتني جنية كذا هي الصار بيه المهم ضليت بالمستشفى تقريبا اسبوع كامل يعني قبل لا يخلص الدوام ماتي وحتى ما نطيد خبر الاهلي ولا زوجتي بالشي اللي حصل لي ولا طباع يقولولي معرفة المهم قلت لهم انا شغلتي ميم طبيب انا شغلتي يمشيخ يقولولي انتهى عصابك ميتة وتالف المهم قلت لهم اريد شيخ تجيبولي شيخ وفعلا جابوا اليه شيخ وبدأ يقرأ علي قرآن واني بالمستشفى العسكرية وهو جاء يقرأ علي قرآن احس برجلي شي يمشي ساخن وما اعرف الشونة كأنه صيخ معدني يعني ومشتع النار وموجود يعني بكل قدل وشنت احسه يعني يطلع ويرجع بطريقة ثانية على بطل وشنت اتوجع وجع مطبيعي واصلخ بصوت عالي الدكتور يقولي شبيك اقولي رجلي كذا وكذا لما يجي يتفحصها الدكتور بايده يعني ويسكت الشيخ عن قراءة القرآن ما احس باي حاجة والشيخ هذا اللي جاوبولي اياه كان شيخ على قد حاله وبعدها قالوا خلص حالتك يعني مستعصية او لازم لنقلك المستشفى بالمدينة او فعلا نقلوني بمستشفى للمدينة يوم اللي نقلوني هناك خلص احلي عرفه وزوجتي عرفت يجوع علي الصابق ما عرف شنو قدت له مشغلتي مو يوم مستشفى ابد اقدامي ما احس به او الجزء السفلي كله ما احس به حتى اذا تجي وتغرز ابرى بي او تجرح وتضربه بالموس ما احس نهائيا بالوجع المهم قدت له مريض شيخ تجيبولي شيخ وفعلا جابولي شيخه ما فات واحد واثنين وثلاثة الغاية ما الوالد الله يعني يرحمه لان هسه هو ميت وداني الشيخ وهو طلعني من المستشفى على مسئوليته وداني على الشيخ يعرفه بمحافظة ثاني وداني لهذا الشيخ وبدأ الشيخ يسأني بعض الاسئلة انت شنو تشوف انت كذا انت كذا قلت له انا اشوف كذا اشوف كذا المهم حطيدي على راسي وبدأ يقرأ علي قرآن وهو جاي يقرأ قرآن يسأني اسئلة يقول لي انت شايف شيء اقول له اي اشوف ابنين اي واقفة على الجهة اليمنة ما اعرف شنو يقول لي وين ما اكفة اقول له دنيا الليل المهم كان يعني الجواب ماتي مو مضبوط مية بالمية لكنان هاي الاشياء شنة اشوفها قدامي وهو كان مخلي ايده يعني على جبهتي ونصها يعني على عيوني شنة اشوف وضوه ابيض وبعدها اشوف هاي الاشياء فوق الضوه بشوية وهو يقرأ علي قرآن مرة ومرتين يقول لي اشوف حاجة ما اعرف شنو الغاية ما قلت له قمت اشوف بس ضوه قدامي وبعد ما قرأ قرآن وما اعرف شنو سمعت والدي يقول اللهم مصلي على محمد وآل محمد واستغربت على هذا الكلام اللي جاي يقوله والدي وانا فتحت يوم اللي فتحت حركت رجليه مباشرة وطويتهم وقعدت وهنانا فرحت جدا انه انا اقدامي رجعا مرة ثانية يعملا واحسن من قبل وحتى كان عندي المب اسفل ظهري راح وبعدها قل لي كان عندك مهز من جن والجن دولا متابعيك وانطارديك سألني قال لي انت تصلي تقول اذكارك قلت له الحمد لله قال لي محافظ عليهم قلت له لا قال لي تذكر بذاك اليوم اللي قلت انت اجدت عليك بني شنو تقاري ولا ما قاري وفعلا يوم اللي ذكرت وتأكدت مية بالمية انه انا ما قرأت اذكاري نهائيا ولهذا السبب اجدت هاي الجنية وتمكنت مني فيا شباب الاذكار الاذكار يعني لازم انت تحافظ على اذكارك لان الجن دائما يحاول انه هو يتربص بالانسان خاصة ان الانسان يعني الماملتزم وعنده يعني هفوات دينية وما عرف شنو وارجا يتكلم يعني عن الفئة هسة اللي موجودة يعني الشباب الصغار ثلاثة ارباح هم يسوون اشياء معاصي حتى اذا ملتزمين عدهم معاصي ومارد يعني اتعمق بالمعاصي كل واحد يعرف الاشياء اللي يسويها فحافظ على اذكارك وصلاتك حتى رب العالمين يبعد عنك الجن واضرانهم وحفظنا الله وإياكم من شياطين الانس والجن وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله